أجل رئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني ألاف شولتس محادثات هاتفية اليوم هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عامين أي منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المتحدث باسم الحكومة الألمانية قال إن شولتس طالب بوتين بضرورة التفاوض من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا كما دعا إلى سحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية أما الكريملين فقال إن بوتين أبلغ شولتس أن أي اتفاق بشأن أوكرانيا ينبغي أن يأخذ المصالح الأمنية الروسية بالحسبان وأن يعكس الواقع الجديد على الأرض وقبيلة صالح برئيس الروسي أجل المستشار الألماني محادثات هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زلانسكي تناولت التطورات الميدانية بأوكرانيا حيث أكد شولتس مواصلة برلين دعمها لكيف مهما طال أمد الحرب معنا للمزيد من نقاش وتحليل حول ذلك من بون رئيس المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب والاستخبارات السيد جاسم محمد سيد جاسم دوما أهلا بك معنا على سكاين نيوز عربية ومكالمة ما بين المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الروسي فلاديمير بوتين هي الأولى منذ إطلاق روسيا لعملياتها العسكرية الخاصة بأوكرانيا كيف نقرأ أهمية توقيت هذه المكالمة؟ في أي الاتجاهات يقرأ بالأساس؟ وما خرج منها من تصريحات من الطرفين؟ التوقيت يعني يأتي في ظرف ربما وتوقيت غير طبيعي هناك توترات جيوساسية داخلية في داخل ألمانيا هناك فشل داخل التحالف أو الاتلاف الحكومي وهناك انتخابات مرتقبة في وسط أو متوسط يناير من العام القادم أيضا هناك أيضا الرئيس الأمريكي القادم ترامب سيكون الرئيس الأمريكي القادم وهذا يعني متغيرات جديدة في أوروبا وفي الاتحاد الأوروبي وخاصة ألمانيا وكذلك نلاحظ أنه توترات جيوسياسية على مستوى إيران وإسرائيل وكذلك إسرائيل وحزب الله إذن مجموعة هذه التوترات السياسية وبضمنها أوكرانيا أجد أن هناك قراءة لدى المستشار الألماني يعيد فيها أوراقه في التحضير ربما إلى أي انتخابات قادمة وأجد أن شعبية المستشار الألماني ربما انخفضت إلى حد متدني جدا إلى 17% وهذا يعني بأن هذه المكالمة تأتي محاولة من المستشار الألماني لاستعادة قدرتها وشعبيتها في ألمانيا يذكر بأن هذه المكالمة لم تأتي بشكل سريع وأن ما كان مخطط لها ربما منذ شهر أكتوبر بعد أن كان هناك استطلاع قامت بوكالة الأنباء الألمانية ربما كان هناك أكثر من 59% مؤيد لأن يكون اتصال مباشر ما بين روسيا أو بوتن والمستشار الألماني شولز يعني تعتقد أن لألمانيا الآن أي فرصة لإحداث اختراق جديد في مسألة حرب أوكرانيا لأنه اليوم هناك أيضا حديث أوروبي عن ضرورة رفع بعض العقوبات عن روسيا يعني كل هذا يأتي نتيجة حسابات داخلية بالدول الأوروبية ومن ضمنها ألمانيا أم ربما نهج جديد تجاه هذه الحرب بعد عودة ترامب بعد عودة ترامب هناك مراجعة إلى دول الأوروبية وخاصة إلى ألمانيا كون ألمانيا تعتبر هي ربما الداعم الثاني بعد الولايات المتحدة إلى حرب أوكرانيا فإذن هي قراءة جديدة إلى المستشار الألماني ما يتعلق في يعني العلاقات ما بين ضفتي الأطلسي أيضا هناك مراجعة كبيرة فأجد أنه ما يحصل الآن بصراحة هو محاولة لتهديات أو ربما للتمهيد لإيجاد أي مفاوضات ربما ما بين أوكرانيا وما بين روسيا هناك أصوات تدعو إلى أن يكون مخرج سياسي وكان هناك أيضا مقترح من ألمانيا أن يكون مؤتمر دولي للسلام تحضره روسيا بعد أن استثنت ربما دول الغرب روسيا في محادثات سويسرا فأجد أن تكون ألمانيا طرف باعل لكن من المستبعد أن تكون هي الوسيط ربما هناك وساطات أو أصوات تدعو إلى تدخل تركيا أن تلعب الدور الوسيط لكن ألمانيا لا يمكن لها أن تلعب دور الوسيط بسبب الدورة الداعم القوي إلى أوكرانيا غير الدور الدعم لأوروبا كان هناك حديث من وزير الدفاع الألماني يونيو المنصر أنه بحلول عام 2029 سيكون لنا حرب مع روسيا ورد الكريملين وقتها تحديدا ديمتري مدفيدف قال أن هذه التصريحات تعكس العجز الألماني يعني الآن تحول هذا الموقف إلى رغبة في التواصل مع بوتين كيف يمكن يقرأ لجهة الواقع العسكري على الأرض أجد أنه في الواقع العسكري والواقع الميداني الآن على الأرض أنه دول الأوروبا والنيتو ليس بوارد الآن بالدخول بحرب مباشرة مع روسيا وهناك استعدادات وهناك ربما توعية بين مزدوجين داخل دول الأوروبا وداخل النيتو لأن تكون مستعدة لرفع الانفاق العسكري الصناعات العسكرية وكذلك الدفاع والأمن التي تكون جاهزة ما بعد خمس سنوات للدخول في حرب فإذا نجد أنه الواقع خلال الخمس سنوات الحالية أنه كأنما هناك استعدادات للتحضير إلى مسرح حرب مباشرة مع روسيا وأجد أنه هذا ربما تخطط له دول النيتو وكذلك ألمانيا للأسف أنه يعني الدعاية وكذلك يعني بين مزدوجين التوعية التي تقوم بها بعض الأحزاب السياسية داخل ألبانيا تدعو إلى الحرب وأجد أنه الانفاق العسكري لم يأتي من فراغ في ألبانيا هناك أكثر من 110 بليار هذا الانفاق العسكري والصناعات الدفاعية هذه جميعها كذلك محاولة إعادة التجنيد الإجباري هذه جميعها أنه تقول بأنه ألبانيا بالفعل تستعد إلى الحرب وهي تريد أن تلعب دور في النزاعات الدولية وخاصة في حرب أوكرانيا وفي حرب أوكرانيا ألمانيا من الدول الداعمة عسكريا لأوكرانيا بليوبارد، أدبابات، بمساعدات المالية وبالأساس هناك الآن تخوفات وقلق في أوكرانيا من تراجع دعم النيتو بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض باختصار لو سمحت سيد جاسم هل اليوم هذا الاتصال ربما يعكس أيضا نية ألمانية للتراجع عن الدعم المطلق بالنسبة لأوكرانيا في المرحلة القادمة الدعم الألماني هو ممكن أن يخفض إلى 50% لكن لا يمكن أن توقف ألمانيا دعمها إلى أوكرانيا ويجد أن حرب أوكرانيا هي حربها وكذلك هي حرب دول أوروبا وكذلك حرب الناتو لها رمزية لدى ألمانيا وكذلك دول أوروبا فيجد أنه سوف تستمر ألمانيا في تقديم الدعم إلى أوكرانيا من بون رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات السيد جاسم محمد شكرا جزيلا لك على هذه الإضاحة أما أوكرانيا فبدأت تستخدم لغة ديبلوماسية داعية للسلام بعد فوز دونالد ترامب رئاسة الأمريكية وزير الخارجية الأوكراني تحدث عن السلام من خلال القوة في تهنئة لماركو روبيو المرشح لوزارة الخارجية في إدارة ترامب في ذل توقعات بوقف ترامب للدعم المالي لأوكرانيا والتوجه لوقف الحرب أوكرانيا تعد نفسها فيما يبدو للتكيف مع مرحلة جديدة قد تكون صعبة وحاسمة فمنذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة بدت القيادة الأوكرانية قلقة من توجهاته نحو وقف النزاعات وإنهاء الدعم المالي واللوجستي في موقف لافت بدأت كييف تغازل الإدارة الأمريكية الجديدة وتتبنى سعار ترامب السلام من خلال القوة وزير الخارجية الأوكراني أندريل سايبيها وجه تهنيئة لمرشح ترامب لمنصب وزير الخارجية ماكروبيو تحمل مغازلة في المواقف قائلا إنه يتطلع إلى العمل لتعميق الشراكة التي تعود بالمنفعة المتبادلة لكن إشارته الأهم كانت في الحديث عن تعزيز السلام من خلال القوة في أوكرانيا وفي العالم أجمع موقف المرشح لقيادة الدبلوماسية الأمريكية ماكروبيو يتلخص في السعي إلى تسوية بالمفاوضات بدلا من التركيز على استعادة المناطق التي سيطرت عليها القوات الروسية كما أن ترامب وجه انتقادات لدعم جو بايدن لكييف العهد الجديد قد يكون مختلفا وهو ما يبدو أن كييف تعيه فرئيس فلوديمير زيلنسكي تبنى مصطلح السلام من خلال القوة في تهنئته لترامب ووجه نجل ترامب لزيلنسكي منشورا قال فيه إنه سيفقد الامتيازات المالية خلال أسابيع هذه التوجهات قد يكون وقعها الأشد على حلف شمال الأطرسي والدول الأوروبية وفي أحدث المواقف دعا الأمين العام للنيتو إلى تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا مع بدء موسم الشتاء لكن الشتاء هذا العام قد يكون مختلفا في ظل تبدل السياسة الأمريكية اتجاه النزاع